ديما بنت فقيرة جداً معندها شغل مومتها ومومتها ملهاش غيرها في الدنيا كلها ديما كانت بتشتغل خدامة في البيوت علشان تساعد مومتها في مصاريف البيت مومتها كمان كانت بتشتغل خدامة لكن بعد ما كبرت ديما هي اللي قررت ان مومتها تقعد من الشغل وهي اللي تكمل شغل مكانها لان كان فيه ناس كتير في البيوت كانوا دايماً بيضايقوها لانها حلوة جداً وديما كانت طالع عنها ملونة وشعرها أصفر لمومتها علشان كده ديما كانت بتكره الشغل في البيوت من كتر الناس ما كانوا بيضايقوها وكانت كل ما تشتغل عند حد كان لازم ابنهم يحاول يقرب منها وكانوا بيفتكروها سهلاً لكن ديما كانت قوية جداً وما كانش حد بيقدر عليها وأي حد بيقرب منها كانت على طول بتاخد حقها لانها كانت بتتفرج على التلفزيون دايماً وبتتعلم ازاي بيدربوا كراتين وازاي بيدفع عن نفسهم الأم كانت بتقول لي ديما يا ديما يا ديما يا حبيبتي هنعمل ايه دلوقتي صاحبة البيت عايزة الإيجار وأنا مش عارفة تصرف ازاي وكل ما بقول لها استني علي يا يومين تفضلتش خطوط زعق في وانتي مش عايزة تسمعي كلامي ماله يعني المزادات وماله سوق العبيد احنا ربنا كتب علينا اننا نكون عبيد هنعمل ايه يعني ارجوك يا حبيبتي توفق ردت عليها ديما وقالت يو يا ماما تاني تاني يا ماما انا ليه بس اقف في سوق العبيد ويجي اي حد يفضل يتفرج علي ولو عجبته ياخدني علشان اشتغل عنده خدامة ولو ما عجبتهش يرميني لا يا ماما انا مستحيلة زل نفسي اكتر من كده بص يا ماما انا هعمل اي حاجة هشتغل كزا شغلانة هروح ادور على اي محل اشتغل فيه حتى لو اي محل ملابس ولا سوبر ماركت لكن افضل وقفة كده في المزاد ويفضلوا يتفرجوا علي ويبعوني اللي يدفع اكتر لا يا ماما ردت الام وقالت معلش يا بنتي هنامل اي بس ما هما باليد حيلة وما فيش غير الحل ده وبعدين ما نياما قلتلي انا كمان اشتغل وهو ايد على ايد بتساعد احنا اللي اتنين نساعد بعض لكن انتي رفضتي وقلتلي لا الرجال اللي في البيوت بيديقوكي وبيبصلك نظرات وحشة علشان كده خلتيني اقعد من الشغل اعمل ايه بقى دلوقتي عايزين ندفع الايجار وندفع المية والنور وعايزين ناكل ونشرب مش ملاحظة ان انا ما باخدش علاجي كمان ردت عليها ديمة مقصبية وقالت ماما انا مش هروح اتباع في المزاد وبعدين سوق العبيد ده لاي حد تاني غيري انا اه فعلا خدامة بس لي يا كرامة ومش اي حد يفضل يشتري ويبيع فيا ليه بس عايزة تعمليني بالاسلوب ده وليه عايزة تكرهيني في نفسي وفي حشتي لا يا ماما انا هنزل النهاردة وهدور على اي شغلان انا اي نعم بقالي اسبوعين تلقيتها بدور على شغل ومفيش حد ردي يشغلني عنده وحتى كمان صحاب المحلات بيديقوني وفاكريني سهلة بس انا مش هتباع في المزاد ديمة ثابت مامتها ومشت جري على قدتها وكانت عمالة طاية ديمة كمان كانت صعبانة على مامتها بس مش بقديها حاجة ديمة كالعادة دخلت قدتها المتوضعة اللي تقريبا مفيش في القوضة غير سريره والسطارة وبس وفي حز البرد وفي حز الشتاء كانت على طول بتبقى ميتة من البرد لان ما عندها جغل بطانية واحدة بس بطانية ليها وبطانية الممتها فجأة جرس الباب رن ديمة فضلت تفكر وتقول ايه ده مين يعني اللي هيجلنا بالليل كده مش هارف احنا اصلا محدش بيزورنا ولا حد يعرفنا اما قوم اشوف مين اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا حبيبتي نورت البيت كله تعالي تعالي تفضلي يا محسين تعالي يا حبيبتي ده انت نورت البيت اجي ولا عايز اجي ولا عايز اشوف خلقتك هو انا قلت كام مرة انك تدفعيلي الايجار كل ده ايجار متراقم عليك ومش هين عليك تدفعيلي انت وبنتك وبنتك الحلوة دي ما تروح تشغليها ولا توديها لسوق العبيد خلي حدي يشتريها بمبلغ واتفعلنا الايجار هتفضلي اعدالي ومبلطالي في البيت كده ببلاش لا يا حبيبتي بطلت اقجر ناس ببلاش وبعدين ما الحل من بعضه انا كمان باخد الايجار من عمارة وبصرف على عيالي يعني مش باخده واروح بديسكو حاضر حاضر والله كل اللي انت عاوزايا محسنها الدهول بس سبري علينا يومين هعمل ايه بس في ديمة اللي دماغة صعبة وياما قلتلها روحي سوق العبيد بس هعمل ايه هي ما بتسمعش كلامي وياما قلتلها لازم تروحي والله ما بترضى ابدا وهي اللي قاعدتني من الشغل مع اني كنت بساعدها هعمل ايه هرجوك يا محسن استني علينا يومين اتنين بس وان شاء الله يعني ديمة هتتصرف وهتلاقي شغل وبإذن الله هنديكي حقك احنا هناكل حقك برضو اه هتاكلوا حقك بقولك ايه قدامك مهلة يومين اتنين بس اللي انتي قلتيهم ومش تقوليلي يومين وتعودي عليهم شهرين هم يومين اتنين واليومين دلوا وعدوا وما دفعتيش الخمس شهور اللي فاتوكي هيبقى اخر يوم لكي في البيت ردت ديمة وقالت خلاص 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 يا ام محسن بكرة ان شاء الله الفلوس هتكون عندك انا هتصرف وان شاء الله وعد مني لكي ان بكرة هتكون الفلوس عندك اوعدك يا ام محسن ديمة اضطرت تقول كده اللي ام محسن اما مامتها دخلت عليها القوضة وهي طيرة من السعادة وطبعا اتأكدت ان ديمة وفقت الروح سوق العبيد ايه يا ديمة لانا سمعته ده يا حبيبتي يعني انتي خلاص افهم من الكلام اللي انتي قلتي ده انك وفقت تروح المزادات ده انا مبسوطة قوي ارجوك يا ديمة ارجوك ما تغيريش رأيك يا حبيبتي على اخر لحظة والله يا ديمة انا كان نفسي ما تروحيش ابدا بس هنعمل ايه ما هو مصرفنا كتير والاجار وانتي عارفة ام محسن ردت عليها ديمة بحصرة وزعل وقالي خلاص يا ماما زي ما قلت لمحسن ووعدته هروح سوق العبيد بكرة وهتباع في المزاد واللي هيدفع اكتر هو اللي هيخدني وبكرة يا ماما الفلوس هتكون عندك بس مع الاسف مش هشوفك لفترة طويلة هفضل قاعدة عند الناس اللي هيشتروني هتوحشيني قوي يا ماما بس اقرب اجازة لازم هكون عندك ما تقلقيش ده المزاد اللي بيبيعوا فيه الخدم بيوقفوا الخدمين جنب بعض واللي يدفع اكتر هو اللي ياخد الخدمة اللي تعجبه بس لان ديمة كانت بنت جميلة جدا واحلى واحدة في الموجودين اول ما جهه الاستاذ عبدالله وهو يكون مدير اعمال فهد درغام اول ما شاف ديمة اعجبته جدا واختارها ودفع فيها فلوس كتير قوي اما ديمة كانت زعلانة على حالها ما كانتش عارفة هي رايحة فين ويطرها هيكون ايه مصرها اما كل الخدم كانوا بيحقدوا عليها انها اول ما وقفت ما استنيتش خمس دقايق وعلى طول اتبعت اما بقى اللي كان فاتح المزاد كان مبسوط جدا لانه اخد مبلغ كويس قوي وده يكون اصر فهد درغام اصر كبير جدا وعريق قوي ديمة اول ما دخلت من باب القصر كانت موهومة من جماله لنعرفكم على فهد درغام انسان بيعشق الخدم بيحب الخدمات جدا اي خدامة بتيجي عنده البيت بيقرب منها وما بيجيبش عنده خدمات البيت تكون وحشة لازم يشتري خدامة تكون حلوة قوي ويقرب منها وبعد ما يقرب منها بيرميها في الشارع وينبه عليها ما تجيش البيت بتاعه تاني ابدا ولا يشوفوا اشها واول ما تفوق من اللي هي فيه بيدفع لها مبلغ من المال بيكون فلوس كتير جدا وبعدين يرميها لها على السرير واتروح بتها وهي طبعا مكسورة وحياتها كلها متدمر بسبب فهد درغام اما ديمة اول ما طلعوها القوضة بتاعتها اتفاجئت جدا من القوضة لقيتها قوضة حلوة جدا مش زي قوضتها اللي على طول تلج لانها على طول من غر ستاير ولا سجاد ولا بطاطين قعدت على القوضة وفدلت تتأمل في جمالها وفدلت تقول بينها وبين نفسها ياه دي القوضة دي حلوة قوي يا سلام لو افضل موجودة في القوضة دي على طول ولا اخد القوضة كده ووديها عندنا البيت يا حبيبتي يا ماما ده انت وحشتين يا قوي والله اعلم انا ايه بس هيكون مصيري في البيت ده البيت شكله حلو حلو من برا بس الله اعلم من جوه ايه اللي هيحصل فيه والله اعلم الناس هيعملوني ازاي يا رب خليك دايما معي يا رب انا مليش غيرك في الدنيا دي كلها دي ما وهي بتتفرج على القوضة غرقت في النوم لانها كانت تعبانة جدا اما فهد درغام بعد ما بتمشي الخدامة من عنده بيبقى منتظر الخدامة اللي بعدها فهد كان عصبي جدا وما كانش بيتكلم مع اي حد غير كلمتين اتنين وبس ما كانش بيحب يتكلم كتير مع اي حد ولا حتى الموظفين بتوعه حتى الخدامة اي خدامة بتكون موجودة في البيت ما بيتكلمش معاها بيدخل مدير اعمال فهد درغام وهو الوحيد اللي مسموح له انه يدخل الجناح بتاعه لان ممنوع اي حد يقرب من الجناح بتاعه ازاي حضرتك يا فهد باشا على فكرة انا رحت المزادات والهو سوق العبيد اللي بيقولوا عليه واشتريت لك خدامة جديدة بدل الخدامة اللي مشت انا عارف ان حضرتك مستني مستني الخدامة الجديدة وبعدين ما تقلقش بستعرل حضرتك طلبته مني بالضبط ادي تقولهم وطبعا طاروا مستعادة رد عليه فهد وقال اهم حاجة من طلباتي ومن شروطي تكون البنت جميلة مش طالب اكتر من كده طبعا يا فندب ازاي ما حضرتك طلبت مني بالضبط وبعدين حضرتك عارف نقاوة ايدي عاملة ازاي ان شاء الله النهاردة هتعجبك قوي احلى من كل مرة كمان عموما احنا ودناها قوضة الخدم تحت ولو حضرتك عايز تتذلها دلوقتي حالا هي موجودة ويريد حضرتك تقول لي رأيك رد عليه فهد وقال طيب تمام يلا امشي دلوقتي فهد كان متحمس جدا انه يشوف الشغالة الجديدة ما كانش حد فاهمه هو ليه بيحب الخدمات قوي بالشكل ده اما فهد اول ما بيعرف ان فيه شغالة جديدة بيبتدي يجهز لها تماما وبيبتدي يشرب خمور كتير جدا وبعد ما بيخلص خمس ازايز واكتر بيبتدي ينزل لديمة القوضة بتاعتها واول ما بيدخل لديمة القوضة يطر فهد هيقدر يعتدي على ديمة ويطر ديمة هتستسلم زي بقية الخدمات ولا لا فهد اول ما ابتدى يقرب من ديمة ديمة فتحت عينيها لانها حست بنفس جنبها واول ما فتحت عينيها اتفاجئت جدا وضربت فهد ووقعته على الارض اما فهد ابتدى يقرب عليها وهو عنيه بتطق شرار وعمال يقولها ما عاش ولا كان اللي تمد ايديها على فهد درغام اوعيت فتكر يا حلوة ان انا هسيبك والله هرحمك ده انت حسابك تقل معايا اصبري علي بس دي مكنت بتحاول ترجع لورق لغاية ما تخبطت في الحيطة وبعدين مسكت ايدين فهد باديها الاتنين وهي بتقوله طب خلاص خلاص انا هعمل لك اللي انت عايزه ايه ده بس هو انا برضى اقدر اقول لك لا على حاجة انا موجودة هنا في البيت ده علشان اعمل لك كل اللي انت عايزه حاضر بس انت شكلك شارب كتير قوي طيب بص روح بس اخسل وشك كده علشان تبقى فايق وانا هعمل لك اللي انت عايزه اوعدك وعد مني اني هعمل لك كل اللي انت عايزه رد عليها فهد وقال عندك حق انا لازم فعلا نخسل وشي علشان اكون فايق طيب هروح اخسل وشي خمس دقايق وهكون عندك جاهزي نفسك على مجيلك وسبها ومشي علشان يخسل وشه اما ديما كانت بتحاول تهديب الكلام ده علشان يبعد عنها وخلاص لكن جات في بالها فكرة وتلعت تجري علشان تنفذها قالت لا انا لازم اقفل الباب بالمفتاح ولازم اشد كل الكراسي اللي في القودة وحطها ورا الباب علشان لما يحاول يكسر علي القودة ما يقدرش يفتحها وفعلا ديما كانت فرحانة جدا انها قدرت تتخلص منه وقفلت الباب بالمفتاح تماما اما فهد كان دخل الحمام وكان ابتدى يخسل وشه وكان متشوق جدا انه يروح لديما وكان مبسوط انها وفقت وبعد ما غسل وشه ابتدى يمشي بسرعة جدا علشان يروح لديما وهو فرحان قوي لكن اول ما روح على الباب فدلي خبط على الباب كتير جدا وديما ما كانتش بتفتح لكن ردت عليه من ورا الباب وقالت ها غسلت وشك حلوة قوي روح بقى قطك علشان تنام ولا قولك ما تنساش تخسل سنانك وتخسل رجليك وعلشان تشرب اللبن كمان اما فهد اتحصب جدا منها وكان هين عليه قصر الباب على دماغها وفدل فعلا يقصر في الباب بس ما قدرش وقال لها او هتفتكري ان انا هسكتلك اللي انت عملتيه ده كده حسابك تقل معايا على الاخر والله لو وريكي اصبري علي بس او هتفتكري ان انا سهل وهعدي اللي حصل ده بمزاجي بس اصبري علي يا انا يا انت في البيت ده وخد يبالك مش هتعرفي تخرجي من البيت انا قافل كل الببان اما ديما كانت بتحاول تظهر له انها قوية لكن من جواها كانت ضعيفة جدا وكان جسمها كله بيت رهش وكانت خايفة منه بطريقة مش معقولة وفدلت تفكر هي هتعمل ايه بس مع الشخص ده بعد ما قافل عليها ببان الفيلا كلها حتى مش هتعرف تهرب فهد خرج على قطه وكان متضايق ومتعصب جدا لان اول خدامة تعمل معاه كل الحاجات دي اي خدامة كانت بتستسلم على طول لكن ديما الوحيدة اللي وقفت اصاده وما نولتهش غرضه اما فهد كان بيشعب استجار بتاعه وهو متضايق ومتعصب وعمال يفكر وبيقول اجيلها منين بس الخدامة دي بس هجيبها هو انا هرحمها والله ما هرحمها ازبري عليها انا بقى هعرف اتعامل معاكي كويس قوي انتي معصلاجة معايا بس مفيش حد يقدر يعصلاج على فهد درغام ابدا ازبري عليها بقى انا حتة خدامة تقدر توقف قصادي ماشي ازبري بس انا بقى بفكر لك في حتة خطة هتجيبك لغاية عندي وانا هعرف اتصرف معاكي كويس جدا اما تاني يوم فهد روح الشركة بتاعته الشركة اللي كان فيها بنات كتير جدا وكل بنات الشركة كانوا بيعشقوه لكن هو ما كانش بيبص لهم تماما ما كانتش بتعجيبه اي ستة في الدنيا غير الخدمات وبس فهد قاعد على المكتب بتاعه وكان برضو متعصب جدا وكان عمال يفكر في ديما اللي لغاية دلوقتي حتى ما يعرفش اسمها كان بيفكر في الخطة اللي لازم ينفذها معاها اما دي بقى اسمها ملك ملك كانت السكرتيرا بتاعته كانت بتاع شقفهد بتحبه بجنون وهو ما كانش معبرها تماما اول ما دخلت عليه المكتب فدلت تعمله مساج وقالت له منور الشركة كلها يا فهد بي ايه رأيك اعملك مساج الاول ولا نكمل شغل بس انا من رأي هعملك احلى مساج فهد تضايق منها وضربها بالقلم على وشها وفدل يزعق فيها ويقول وبعدين هو انا يا ست ملك مش قلتلك مليون مرة ايدك ما تتمدش علي وقلتلك كمان ان انا ما بحبكيش هو انت ايه ما بتفهميش خليكي في حالك وانت مجرد سكرتيرا في الشركة دي وبس وملكيش دعوة بي ملك فضل التعايت وطلعت تجري من قدامه وهي منهرة من العياد اما فهد كان متضايق اصلا من اول مجيه الشركة ديما اول ما تأكدت مليون في المية ان فهد مش يريكب عربيته تلعت القودة بتاعته علشان تبتدي تنظف هالو لان طول ما هو موجود ديما كانت بتبقى في قودتها وقفلة على نفسها باب القودة وقفلة بالمفتاح لانها بتبقى خايفة منه جدا وبعدين لقيت تليفون موجود في القودة بتاعته قالت تكلم مامتها لانها كانت وحشاها جدا واتصلت فعلا بمامتها قالوا ايه يا ماما وحشتيني قوي يا حبيبتي والله وانت كمان ها او انا كويسة كويسة قوي والحمد لله المهم طمينيني اخدت الفلوس وديتي ومحسن الايجار ايوة يا حبيبتي اخدت الفلوس وديتي ومحسن الايجار وكله تمام يا حبيبتي الف شكر تسلميلي يا نور عيون ماما الا قوليلي يا حبيبتي انت عامل ايه بقى في الشغل الجديد وقوليلي الشغل الجديد الناس يعني اللي روحتي عندهم عندهم ابن بيديقك ولا حاجة ردت عليها ديما وقالت ها اا لا يا ماما لا ده هما ست ست كبيرة وراجل عجوز وبيحبوني قوي ماشي يا حبيبتي هتطمن عليك تاني مع السلامة ديما كثبت على مامتها لان ما كانتش عاوزة تقلقها عليها وديما كانت مضطرة تكون موجودة في الشغل ده علشان مامتها تجيب العلاج وتدفع الايجار ومع الاسف ديما كانت محبوسة ما كانتش حتى هتقدر تطلع من الفيلا اما فهد خلص الشغل بتاعه وركب عربيته وكان كل هدفه اللي قدامه ان النهاردة لازم يوصل لديما اما ملك راحت لصحبتها تغريد لسه فاكرين يا ندلة على فكرة نزعلانة منك علشان ما كلمتنيش الاسبوع ده ولا مكلمة واحدة ينفع كده يعني ردت عليها ملك وقالت معلش يا تغريد اصلي كنت مشغولة قوي وبعدين يا ست انت عارفة ان انا بشتغل وبطلع من الشركة على طول بروح على الجامعة وبخلص الجامعة بروح على البيت علشان كده ما كلمتك ايش والله نفسيتي وحشة ردت تغريد وقالت اه نفسيتك وحشة انا خلاص عرفت يا ست نفسيتك وحشة من ايه نفيش غيره فهد درغام معشوق البنات كل البنات بيشقوا موتوا وبيموتوا فيه اه يا ست هو مش عارفة اعمل معا ايه يا تغريد ده مش عايز يبصلي تماما بعمل المستحيل شوية قلبس لبس محترم قلت يمكن ده ستايل وبرده ما بصليش وبلبس لبس مكشوف وبرده ما بيبصليش تخيلي ان انا سمعت ان هو بيحب الخدمات ودايما بيطلق من مدير اعماله ان يجيب له خدمات لغاية البيت والله اعلم الخدمات دول بيعمل معهم ايه واول ما بيجيبهم تاني يوم الخدمات دول بيسيبوا البيت وبيمشوا وما بيرجعوش تاني تفتكري يا تغريد بيعمل معاهم ايه ولا ايه اللي بيحصل بالضبط بس بني وبني انا برضه بحبه راضي التغريد وقالي نعم خدمات لا ده يبقى مريض نفسي وكمان بتحبيه ده انت مجنون على الاخر ملوكة ابعدي عنه يا حبيبتي ده واحد اكيد مجنون معقول ايه يعني يجيب الخدمة وتقضي معاه اليوم وتاني يوم يمشيهم من الفيلا لا 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 ده اكيد فعلا مريض نفسي حاولي تبعدي عنه بصي سيب الشركة ايوه استقيلي علشان قلبك يصفى وتبعدي عنه تماما هو ده الحل ردت عليها ملك وقالت تغريد انا حاولت كتير بصراحة مقدرتش يا بنتي بعشقه ما بقدرش استغنى عنه وانت عارفة ان انا اصلا مش محتاجة الشغل بس ما قدرش اليوم كده يعدي من حياتي وما شفهوش فيه عارفة بحاول اعمله المستحيل علشان بس يعجب بيا ولا يبصلي لكن مع الاسر ما فيش فايدة بس انا مش هيقص وهفضل وراه وحتى لو مريض نفسي يعني هو المريض النفسي ده ملهوش علاج اكيد ليه علاج ان شاء الله هفضل وراه لغاية ما خليه خف من اللي هو فيه واتجوزه ياه ساعتها اكون اسعد انسانة في الدنيا اما مامة ديمة كانت رايحة السوق علشان تشتري طلبات للبيت لان ديمة بعتت لها الفلوس اللي اتبعت بيها وهي ماشية قبلت جارتها يا اهلا يا اهلا ازايك يا سعاد عاملة ايه يا حبيبتي ولا قوليلي ديمة بنتك الامر عاملة ايه ده انا ما بشوفكش في السوق من زمن ايه بطلت تاكل وتشربه ولا ايه ولا نسيتي زمان لا يا حبيبتي والله انا موجودة بس ديمة كانت بتبقى على طول هي اللي بتشتري الطلبات وبعدين كانت بتيجي السوق بالليه بعد ما بتخلص شغلها لكن قلت خلاص بقى هفضل قعدة في البيت كتير ليه لا لازم امشي رجلي ونشط نفسي كده واشتري الطلبات اه اللي قولتيلي ايه ستي ديمة لسه ما رديتش عننا ولا ايه مالو يعني السيد ابني ده يا حبيبتي زي الفل وقالف وحدة تتمنى ما يكونش هو بس الموقوس على عينه وعينه من بنتك زت ديمة الا غير كده كنت جوسته بنت اختي دي زي القمر وهي شبه يتبكي الاصل بس هعمل ايه القلبه ما يريه ما تكلميها كده وتحنيني قلبها ردت والد ديمة وقالي اه معلش يا فتحية يا حبيبتي كل شيء اسمه ونصيب وبعدين هي مش عايزة تتجاوز وانا بصراحة مش عايز اخصب عليها وبعدين السيد ابنك يعتبر زي اخوها ده احنا اللي اتنين لما كنا بنشتغل ننظف البيوت زمان كانوا هم اللي اتنين بيفضلوا يلعبوا مع بعض عن اذنك اه يلعبوا مع بعض يا موكوس رايح تبص لها على ايه ولا مل ولا جمال والنبي لجوزك بنت اختي قلدي ما قال وامة فرعانة هي وامها على ايه ان شاء الله فتحية روحت البيت وسيد كان بيلم الغسيل اللي هو ابنها وكان بيساعدها في شغل البيوت ايه يا حاجة جيتي خلاص جبتي كل الطلبات الستهانم كانت مستعجلة النهاردة عايزة كل الطلبات اللي طلبتها منك من السوق وانت اتأخرتي كانت هتخليني كمان اجيلك السوق يا ستي علشان محتاجة الطلبات ضروري قوليلي عملتي ايه بالزبط وجبتي ايه علشان اللي ما جبتهش اروح اجيبه ردت الام وقالت له اه كنت وقفة في السوق محمتك المستقبلية عارف هي مين امي ديما امو توعرف بتحب الحربية دي على ايه وهي اصلا ما تستعنكش شبشب في رجليها ما لها بنت اختي دي زي الفل دي سعدية دي تتحطع الجرحي طيب مش المعفنة ديما خلاص بقى يا امي مش انا قلتلك مليون مرة القلب ومايريد وبعدين سعدية زي اختي بالزبط وانا ما بحبهاش وبعدين يا امي بصراحة يعني دي وحشة قوي ما ينفعش اتجوزها اما ديما لا 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 فيه فرق طبعا انا بحبها بحبها من وانا صغير ومستعد اعمل المستحيل علشانها وانتي عارفة اني بشتغل من وانا صغير وبحوش وبحط القرش على القرش علشان اتجوزها فشرت من دي اللي وحشة يا اخويا بقى بنت اختي انا تكون وحشة دي شبه تبكو الاصل هو انا وحشة يا ودوة ولا ايه بقولك ايه انت مش هتجوز غير سعدية والست دي مدينة مش موافقة عليها هل يعني عشان عيونها ملونة وشعرها ضربهولي في الخلاط اصفر خلاص كلكوا تموتوا عليها مفيش غير سعدية وباز فهد درغوم كان وصل للبيت واول ما وصل عند الفيلا بتاعته الركن العربية وطلع المشروب بتاعه وقعد على العربية لانه كان ناوي النهاردة لديمة وفعلا فدل يشرف في المشروب ويقول النهاردة يومك يا حلوة اوه تفتكري ان انا هسيبك انا بس بفوتلك بمزاجي وسبتك براحتك اليومين دول علشان تفتكري ان انا شلتك من دماغي لكن لا انت في دماغي ومش هسيبك وانا اصلا بحب العند وانت شكلك عنادية انا ليكي النهاردة وانت لي اما ديمة كل ده كانت لسه في قودة فهد كانت بتمسح القودة وكانت بتنظفها لانها ما كانتش نظيفها تماما لان كل خدامة بتيجي ما كانتش بتلحق تنظف البيت وكانت على طول بتجري منه هربانا اما فهد كان بيدور على ديمة في كل مكان في الفيلا وكمان دخل قودتها وما لقاهاش موجودة ما كانش فاهم هي فين بالزبط ايه ده هي راحت فين انا دورت في المطبخ ودورت في كل ركن في الفيلا هتكون فين يعني مفيش غير قطي اللي ما دخلتهاش معقول يعني هتكون دخلت قطي ومستنياني مستحيل البنت دي عنادية جدا مش عارف مفيش حل تاني غير اني دور عليها جفوق في قطي يا رب لقيها وفعلا فهد طلع القودة وتسحب واحدة واحدة وكان فرحان جدا اول ملاقة ديمة في القودة ودي ما كانت سرحانة وكانت عمالة نظف ما كانتش حاسة بيه تماما فهد قرب على ديمة وديمة ما كانتش اغدى بالها لكن فجأة ابتدت تحس ان فيه حد جنبها واول ما بصت وشفته فضلت تبعد عنه وتقول له لا هو انت عايز ايه بالزبط ايه بعد عني ابوس ايدك بوس ها انا غلطانة اصلا ايه دخلت القودة دي انا مش هدخلها تاني عن اذنك انا هروح قدتي ودي ما ما قدرتش ترجع اكتر من كده لقى اني كان وراها الحيطة وفضلت تعيط اما فهد كان بيكلمها بعصبية وبيقول لا انت مش هتروحي في اي حتة مش انا قلتلك هجيبك يا حلوة بس انت دماغك ناشفة حبتين بس مفيش اي دماغ تنشف على فهد درغام انا هعرفك مين كويس فهد درغام وانت مش هتخرجي من القودة دي ايه لما اخد اللي انا عايزه فهما انتي بتاعتي النهاردة اما ديما استجدت سن لكوتها ومسكت الفوزة اللي كانت جنبها وضربت فهد على دماغه وفعلا فهد وقع على الارض ودماغه تفتحت وفضل ينزف دم كتير ديما فضلت تقوله بعصبية لا مش كل البنات رخيصة ومش علشان انا واحدة خدامة اكون رخيصة وسهلة بالنسبة لك اوعى تفتكر ان انت هتقدر تيجي جمدي انا بميت راجل وعلى فكرة بعرف اضرب كويس جدا وبعرف اقت الكمان ولو جيت جنبي تاني انا هقتلك واحسن لك تفتح لي باب الفيلا علشان اروح من هنا ومش عايز اشوف خلقتك تاني وخد بالك حتى لو فضلت اقافل الفيلا مش هتقدر تلمس شعره مني القطة اي حد بيجي جنبها بتخربشه دي ما ثبته ومشيت وراحت قدتها برضو كانت بتحاول تبين له انها قوية جدا لكن من جواها كانت ضعيفة قوي وكانت مرعوبة مني وفضلت تعايت على اللي حصل وكانت خايفة على نفسها قوي لكن فضلت تقول طب هعمل ايه يا ربي دلوقتي ده هو فوق بينزف لو مات ولا جر له حاجة انا هتدبس فيه وهيقوله ان انا قتلته وهخش السجن وممكن يشنقوني طب ايه الحل مش هعرف اتصرف ازاي وانا لما بشوفه اصلا بترعش وببقى خايفة منه جدا بس مضطر مضطر ان يطلع له واحاول اوقف النزيف على القل يقدر يروح اي مستشفى يعالج نفسه وفعلا دي ما طلعت القوضة علشان تحاول توقف النزيف لكن اللي هي ما تعرفهش ان فهد اغم عليه وبنكتر نزيف دماغه اول ما شافت النزيف اتخضت جدا ما كانتش متوقعة ابدا انه اغم عليه ما كانتش عارفة تتصرف ازاي يا لهوي دي شكله مادة ولا ايه اي خرابي اعمل ايه يا ربي دلوقتي انا خلاص اكيد هيشنقوني اكيد انا بقيت قتلة اعمل ايه بس يا ربي طيب طب يا استاذ يا استاذ فوق ارجوك يا استاذ فهد علشان خطر يقوم انا والله العظيم مقصودش قتلك انا بس كنت بدافع عن نفسي علشان ما تجيش جنبي اما ديما اول ما قربت على فهد يطر فهد هيعمل ايه مع ديما ويطر ديما هتقدر تهرب منه المراضي وقال له خلاص هتستسلم وهتعمل له كل اللي هو وعه فجأة ديما مقربة على فهد فهد فتح عني وكان بيتحك لها بكل مكر اما ديما اتصدمت اول ما شفته صاحي وكان بيتحك لها بالشكل ده وقال او هتفتكر ان انا هسيبك يا حلوة حتى مش لو بنزف حتى لو بموت انا خلاص حطيتك في دماغك ومش هرحمك انتي بتاعت النهاردة ومش هسيبك او هتفتكر انك زكية وهتقدر علي انتي متعرفيش هنمين نصيحة مني ليكي اتعاملي بهدوء واديني اللي انا عايزه وبعدين هسيبك تمشي ديما طلعت تجري منه وفهد ما استسلمش برضو طلع يجري وراها مع انه كان عمال ينزف دماغه كانت مفتوحة وبرده ما استسلمش لكن ديما كانت بتجري باقصى سرعتها اما فهد كان ابتدى يحس بالتعب ودماغه كانت عمالة تنزف كمان وكمان كان حاسس انه مش قادر يجري وراها وفجأة وقع في الارض ما كانش قادر يسيطر على نفسه كان بيحاول يقاوم لكن تعب جدا من كتر الجري اللي جريه ورا ديما وقوم عليه اما ديما دخلت قدتها وكانت عمالة طايت وكانت حضنة نفسها وكانت خايفة قوي انا انا تعبت انا مش عارفة اعمل ايه انا مش عارفة اهرب من البني قدم ده ازاي ليه بس يا ربي كده حياتي كلها صعبة وقليمة لا انا ما بقتش هستسلم تاني ولا هطلع من القوضة دي هفضل قفل على نفسي بالمفتاح وحطة كل الكارسي دي على الباب علشان ما افتحش الباب وهفضل محبوسة هنا مش هطلع برة تاني ابدا حتى لو بيموت بس انا ضربته وادماعه بتنزف مليش دعوة احسن ان شاء الله يموت اما مام الزيمة كانت عيشة في البيت لوحدها يا اهلا وسهلا ازايك يا بحسين عامل ايه نورت البيت معلش لمو اخذ مش قادرة اقول لك اتفضل اصلا عيشة في البيت هنا لوحد وديما بقى اضطررت اوديها لسوق العبيد وفي ناس اشتروها الرد عليها ابو حسين وقال لا 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 انا بس كنت عايز اتكلم معاكي في كلمتين انت عاملة ايه اخبارك ايه والدنيا عاملة معاكي ايه الا يعني ما قلت ليش اتفضل انا عارف انك قاعدة في البيت لوحدك بس انا يعني مش غريب ده احنا جران وبقالنا سنين الا ما قلت ليش اخبار الدنيا معاكي ايه هي الطماطم بكام ايه طماطم ما لها الطماطم يا اخوي ماهي كويس اتفضل اقعد اصلا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع كده وبصراحة مكسوفة تكلم معاكي فيه ممكن ايه اتفضل اتفضل يا اخوي قول الموضوع اللي انت عايزه قول لاحسن ماينفعش تقعد معايا هنا كتير زي ما انت عارف انا ست وحدانية وماينفعش تفضل تطل علي كل شوي وانا عقشة في البيت لوحد وبعدين انت عارف امو حسين لو سمعت خبر هتقتلق ايوه هو ده الموضوع اللي جاي اكلمك فيه انت عارف امو حسين عصبية وبصراحة لا تطاق مش قادر استحمل الست دي ومن زمان وهي قعدة مع نفسها في قوضة وانا وعيالي في قوضة حتى العيال ما بقوش طيقنها وبصراحة ست عصبية ومنكة دي علشان كده بني وبينك يا مديمة انا يعني فكرت اتجوز وفكرت فيك انت ست وحدانية وانا راجل وحدان ايه تتجوز تتجوز مين يا راجل يا مجنون انت لا طبعا بقى انا انا على اخر الزمن بعد ما جوزي مات بقى له عشر سنين اروح اتجوز وانا على قبر كده لا ده انت تجننت على الاخ وتجوز مين جوز محسن لا طبعا وبعدين دي ما لو سمعت الموضوع ده ده ممكن تقتلب ولا محسن دي هتموتك لو عرفك يا لهوي عجبك كده او حد بيرن الجارس الله اعلم مين اللي على الباب اعمل ايه دلوقتي ولا خبيك فين اديك دلوقتي حطيتني في مشكلة بقولك ايه خش جوه استخبأ في القوضة ولا استخبأ في الدولان اعمل ايه يا ربي وفعلا ابو حسين كان مرعوب جدا لحسن تكون ام حسين هي اللي على الباب اما مامي ديما اول ما فتحت الباب فعلا لقيتها ام حسين ازايك يا امو ديما انا كنت عايزة تكلم معاك في موضوع واتمنى ما ترفضيش لان الموضوع ده سارع على الجميع بصي بقى يا ستي انا بصراحة نويت ازود الايجار ولو مش عايزة تزودي ممكن تسيب الشقة من بكرة ليه بس ليه بس يا ام حسين ليه عايزة تزودي علي الايجار وانتي عارفة ان انا باعت ديمة في المزاد والفلوس اللي ادتاني اتصرفت نصها دفعتلك بيها كل الشهور اللي كانت نقصانا واشتريت بيها طلبات للبيت هعمل ايه بعد كده ماليش دعوة تعملي ايه ما تعمليش ايه ماليش فيه من الاخر كده الناس بيقولولي ان انتي عينك على جوزي المحروسة ابو حسين وبصراحة انا بخاف على جوزي وبتلكك علشان تمشي من الشقة بص يا حلوة عايزة تعودي هنا هزودلك الايجار اما ديمة كانت تحس ان في حاجة غلط بتحصل لانها ما كانتش سمعة صوته تماما ما كانتش سمعة اي حركة حتى برا على الباب فدلت تقول بينها وبين نفسها يا او ايه ده هو يطرى راح فين ده انا مش سمعة اي صوت معقولة الخبطة يكون نزف منها كثير ويكون مات وكون انا السبب انا خايفة او اطلع بص عليه لأ ده مكار وبعدين ديمة قررت انها تتسحب واحدة واحدة وتروح تبص عليه من وراء الباب وتشوفه هو فين بالزبط بس ديمة وهي بتبص على الباب فدلت تبص يمين واشمال كانت خايفة حتى ان يطلع لها من الشباك قدتها كانت مرعوبة جدا لكن كانت قلقانة مش عليه بس كانت خايفة ان حد يتهمها انها قتلته اما ديمة ما سمعتش اي صوت وفدلت مسكى الباب بالراحة جدا علشان تبتدي تبص عليه واحدة واحدة وتفتح الباب وتطلع برا علشان تشوفه هو فين وفعلا اول ما فتحت الباب وتلعت برا الباب لقيته واقع على الارض واغم عليه ما بيتكلمش نهائي ولا بيتحرك دي ما تصدمت يا لهوي ده واقع برا الباب لما كان بيجري ورايا طب اعمل ايه بقى انا يا ربي دلوقتي مش عارف اتصرف ازاي يا ترى ادخل قطي واقفل على نفسي والله طلع اشوفه انا خايفة يموت ويتهموني فيه يا رب ساعدني مش عارفة اعمل ايه يا ترى اي حد لو ما كاني دلوقتي هيعمل ايه لكن دي ما قررت تطلع واول ما طلعت فعلا لقيته مهم عليه تماما وفدلت تقول يا لهوي ده مات ده ولا ايه يا استاذ ام ارجوك انا خايفة لمسه ويصحه زي الاول انا مش عارفة ليه قلبي مقبوط وحسن المرة دي بجد اما دي ما ما هنش عليها ابدا تسيبه بالشكل ده لان قلبها طيب اولا راحت جابت قطني وجابت منازيل وابتدت تنشف الدم اللي على دماه واحدة واحدة بس كانت بتحاول كل شوية برضو تبعت عنه لحسن يصحى ويمسكها زي المرة اللي فاتت وبعد ما مسحت له كل الدم فدلت تقول طب انا هفضل سيباه مرمي كده المفروض اطلعه قطه طب هعمل ايه وانا مش هقدر اشيل البغل ده كله بس مضطرة همضطرة ان ياشده من رجله وطلعه لغاية فوق ووديه لغاية سريره هعمل ايه مفيش حل تاني ولان ديمة طيبة جدا فعلا حاولت تساعده وبقت تجره من رجله علشان تطلعه قطه وكان تقيل طبعا عليها بس كانت بتستحمل علشان تخليه ينام في قطه علشان ما ينزفش اكتر من كده وعلشان كمان محدش يتهمها فيه وفعلا ديمة حطته على السرير وجابت البطنية وغطته وبعد ما تطمنت انه نام جت تمشي لقيت حد بيمسك ايديها ديمة طضمت وقالت له سبني ارجوك تسبني والله العظيم انا ما عملتش اي حاجة انا اسفى اني ضربتك واسفى على كل حاجة عملت هالك حتى بدون قض بس علشان خطر سبني خليني اروح على قط ارجوك انا ما عملتلكش اي حاجة انت عاوز مني ايه علشان خطر اتسبني الرد عليها فهد بكلام ما تتوقعش انها تسمعه ابدا لا هابوس ايه بك سبني امشي انا عايزة اروح على قط علشان اول ما تحس انه هو واحدة 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 واخد من جيبه المفتاح وانزل دلوقت حالا افتح باب الفيلا واهرب من هنا ياه انا حاسة اني في حبس ايوه انا لازم انفز الخطة دي بسرعة جدا وبالراحة من غير ما يحس بيه وفعلا وفعلا دي ما قدرت تهرب من القوضة تكسب فهد فكر ان انا هفضل قعدة جنبك يا استاذ فهد لا طبعا انا خلاص همشي من البيت ده ومش هيشوف وشي تاني وانا بقى مش عايزة عرفك تماما واعتزلت اصلا الخدمة في البيوت احسن خليك مرمي فوق انا عملت اللي علي ونشفتلك كل النزيف ومش عايزة منك حاجة تاني انا خلاص اتأكدت انك عايش يعني انت مش هتكون ميت بسببي اما ممشي بقى وفعلا دي ما ابتدت تمشي من برا وكانت حتى انها خلاص اتطمنت هو مستحيل يوصل لها لكن فجأة يا طرى مين اللي مسك دي ما ويا طرى دي ما هتقدر تهرب من الفلا دي ولا لأ ويا طرى فهد لما يعرف ان دي ما سيبت الفلا وهربت ايه اللي هيحصل بصدمة دي ما تصدمت جدا اول ما لأت قدامها فهد درغام كان بيبص لها بكل لقم وقال لها رايحة فين اوعد كوني فاكرة ان انا هسيبك تمشي من البيت بسهولة كده لا ما تقلقيش انا بخف بسرعة اي جرح بيكون موجود في جسمي ما بيطولش معايا على طول بتلاقيه خف عارفة ليه لاني اقوى من اي جرح تعالي يلا معايا جوا وما تخفيش مش هتعرفي حتى تهربي من هنا لان كل السور انا عامله كله باسلاك شائكة يعني مش هتقدري حتى تهربي ردت عليه دي ما وقالي اسلاك شائكة افهم من كده بقى ان حضرتك خطفني ايه هو مفيش قانون في البلد دي لا انا همشي من البيت ده ولو ما كانش بمزاجك هيكون غصبا عنك لو حضرتك فهد درغام فانت ما تعرفش مين دي ما لازم تعرف كويس قوي هي مين وانا هعرفك كويس جدا انا مين لما اخرج من البيت ده غصبا عنك انا بقى هطلب لك البوليس اما فهد اول ما سمع كلام دي ما فضل يضحك عليها جامد جدا من كل قلبه وصد حكته كان مجلجل في كل البيت اقرب عليها ومسكها من وسطها وقال خدي بالك انا القانون فهمة يعني ايه فهد درغام يعني القانون وانتي مش هتخرجي من هنا الا بمزاجي فهمة يعني ايه لازم تحطي الكلام ده في دماغك وتفهميه كويس قوي انتي مش هتخرجي من هنا يا تخيلي اني معرفش اسمك ومش عايز اعرفه يلا تعالي عشان ندخل جوه وفهد شال دي ما اما دي ما كانت مصدومة وكانت مرعوبة وكان عندها شعور كتير جدا مخوفها كانت حاسة انها خايفة جدا منه اما ابو حسين كان طالع عمال يتصحب كان خايف مراته ام حسين تكون موجودة مامي تدي ما فضلت تزعق معي وتقوله عجبك كده عجبك اللي انت عملته في ده ده انا كنت قاعدة مرهوبة اول مرة احس بالاحساس ده هو احنا مراهقين ولا ايه بقولك يا راجل انت ملكش دعوة بيا خالص تخرج من البيت ده وما تخبطش علي يا بابي رد عليها ابو حسين وقال اهدي بس اهدي يا مديمة انا مش هارف بس العقربة دي اللي عرفها ان انا هنا وشك في يا بقى ولا يا الله اعلم وبعدين خلاص انا همشي من هنا ومش هجيلك تاني بس عايز اقولك حاجة قبل ما امشي خدي بالك من نفسك ها وتكير تكير يا بابي اما ابو حسين بعد ما تطمن على ام ديمة وسبها ومشي لكن ام ديمة كانت مستغربة منه جدا ومن الكلام اللي بيقوله اما فهد كان شايل ديمة وطلهاها لغاية قطه ديمة فهمت نيته على طول وفضلت تسرخ بأعلى صوت وهي بتقول انت جايبني هنا ليه ناس ديني اما فهد حط ديمة على السرير ديمة خلاص فهمت ايه اللي في دماغه بالزبط وفضلت تعيط كانت زعلانة جدا على اللي هيحصل فيها فهد كان واقف جنبها وكان عمال يبصتلها بكل تماعه وفجأة سابها ومشي اما ديمة اما ديمة كانت مستغربة جدا انه سابها ومشي معقول تكون عنده في قطه وفي النهاية يسيبها ويمشي ايه ده ده سابني ومشي انا مش فهمين الرجل ده كان ممكن دلوقتي حلا ينفذ اللي هو وعاوزه بس ده سابني ومشي بجد مش فهم حاجة انسان غامض وغريب بس انا هفضل وراك لغاية معرف ايه سر الخادمات عندك وليه بتحب كل الخادمات كده لازم لازم معرف السر اما فهد بعد ما نزل الجنينة وكان بيشرب البايب بتاعه فكرة ان انا هقدر المسها بسهولة كده لا انا مش هعمل اللي انا عاوزه غير في الوقت اللي يعجبني وبمزاجي وبمزاجها هي كمان مش غصبا عنها اصبري علي انا في دماغي خطة حلوة قوي هعرف اجيبك بيها لغاية عندي وهخليكي انت اللي تطلبي مني ازايك يا بيت يا سعدية عاملة ايه بقولك ايه انا جايلك انت مخصوص مش جاي يا لاختي جايلك وعايزكي في موضوع مهمة قوي انت اللي هتقداري تنكزيني من الموضوع ده والموضوع برضو على هواكي بقولك ايه انا عايزكي تيجي معايا البيت علشان تلعبي في دماغ المحروس ابني السيد علشان يتجوزك انت يا هبل وانا عارفة ان انت عينك منه لاحسن هو عينه من اللي اسمها ديمة ايه اجي معاك يا خالت وفين بس طب وهسيب الشغل اللي ورايا المين والناس اللي انا شغالة عندهم مش هيقدروا يستغنوا عني ده انا شغالة لهم في البيت كله الوحدي وبطبخ وبنظفه بعمل كل حاجة لا يا خالت مش هينفع ماما لو عرفت هتزعقلي وهتقولي ما تروحيش في حتة علشان الشغل اه هو بصراحة السيد طبعا انا معجبة بيه ونفس اتجوزه بس هعمل ايه خالتي حكم الشغل بقى اسكوتي يا هبلة شغل ايه اللي بتتكلمي عليه يا امو شغل يالي بتاخدي ملاليم ده انا السيد ابني راجل كاسيب قد كده وملوه دومه بقولك يا بيت انت هتيجي معايا البيت وتحاولي كده تتدلعي عالسيد حبتين تغاية ما يقع في دباديبك ويحب وساعتها يا بيت هجوزهولك وهستتك في البيت ومش هخليك تشتغلي ولا تساعد يومك حتى في شغل البيت يالي يا بيت تقومي امي تعالي بلى كلام فارغ اهلا وسهلا يا اهلا دخلت اختها وكانت مبسوطة جدا انها شافتها عندها في البيت لكن ما قلت لهاش انها جاية كده بتيجي البيت من غير ما تقوليلي انا زعلنة منك على فكر بقولك ايه انت هتقعودي تتغدي معانا النهارده وتتعثي معانا ده انت وحساني قاوي قوليلي السيد ابنك عامل ايه ده وحسني قاوي بقالي كتير ما سوفتهوث لا انا بقى ولا هتغدى معاك ولا هتعشى معاك كلمتين وما لهمش تالت البيت تسعدية دي هتفضل قاعدة عندي فترة ايوة انا عايزها يا ستي تساعدني في شغل البيت وشغل بقى الناس اللي هي شغلة عندهم روح انتي وخلصي البيت تسعدية دي قريب قاوي هتكون مراتبني ومش لازم تفهمي ومش لازم اوضح لك حاجة يلا يا بيت يا سعدية انا متفهمة حاجة هو فيه ايه بالزبط هي اخده سعدية ورايحة فيه وسعدية دي بتحب السيد اما فهد اول ما رجع القدر ما لقهاش موجودة وطبعا هربت على قودتها وقفلت على نفسها الباب كان عمال يضحك عليها لانه واصك انها يطلع مش هيلاقيها موجودة وفعلا دي ما اول ما دخلت القودة رحت في النوم لانها كانت تعبانة جدا الفترة اللي فاتت لانها ما كانتش بتنام من كتر خفها من فهد مع انها برضو قفل القودة بالمفتاح وحتى كل الكراسي وكل التربيزات على بعض علشان ما يقدرش يكسر القودة اما تاني يوم فهد صحي من النوم وفيدل يعمل الرياضة بتاعته لانه كان مهتم جدا بالياقته ورشقته وكان مهتم جدا بعضلاته وجسمه لكن كان حاسس من وجهانه فهد نزل لدي ما القودة وفيدل يخبط عليها بعصبية وقال انا عايز افتر هو انت هتفضلي طول اليوم نايمة وقفل عن نفسك الباب اطلع يلا حضريني الفطار بسرعة وتحطه لي على الصفرة وتجهزي لي هدومي اما ديما اول ما سمعت الكلام ده كانت مرعوبة جدا وما كانتش عارفة تعمل ايه يا طرى تطلع له ولا تفضل قعدة في القودة اعمل ايه بس يا ربي اطلع له ده بيتكلم بعصبية جمد قوي انا خايفة منه هو الله افضل قعدة في القودة وجافية خيري شري ومهما يعمل مش هفتح له بس ده ممكن يكسر القودة ده عنده عضلاته قوي جدا وفعلا دي ما جهزت له الأكل وكانت بتحط له الأكل على الصفرة بتحطه من بعيد وتطلع تجري وتجيب الطبق اللي بعده اما فهد قنحوطت رجل على الرجل وبيبصرها بعصبية ديما حطيت له كل الأكل على الصفرة وجات تمشي من قدامه لكن فجأة فجأة فهد مسك ايد ديما وهي كانت ماشي ديما تصدمت اول ما مسك ايديها وكان جسمها كله بيترهش وقالت له ايه انت عاوز مني ايه بقول لك ايه ملكش دعوة بيه انت قلتلي عايز تفتر وحطت لك كل الفطارة هو على الصفرة وانا بيسيب نامشي وادخل القودة ومش هتشوف وش تاني حاسب سيب ايدي اما فهد كان بيضعط على قديها بقوة جنب جدا لكن رد عليها وقال اقعودي اقعودي كلي معايا يلا انا ما بحبش اكل لوحدي رضيت ديما وقالت لا 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 هيكل ايه انا مش جعانة اصلا مين قال ان انا جعانة انا ما بحبش اكل اصلا انا بتاية وما بحبش اللحوم وانا عاملالك كل الاكل فيه لحوم بص انا مليش نفس ومش جعانة انا بس عايز ادخل القودة عاوز انام ارجو بتسيبنا نام علشان خطر يسيبني حاسب سيب ايدي انا هدخل القودة وهنام ومش هتسمعلي حس كلمها بعصبية وقال قلت اقعودي قدامي هنا على الكرسي وقلي ومش عايز كلام كتير يلا اقعودي على الصفرة وابتدي بالاكل علشان مش هاكل لوحدي دي ما كانت مرعوبة منه اهل لكن سمعت كلامه وراحت قعدت على الصفرة وكانت بتحاول كل شوية تزوء الكرسي اللي قعد عليه برجلها الورا علشان ما تقربش منه فهد قال لها ما تخفيش انا الصبح ما بعملش اي حاجة ببقى مسالم جدا زي ما انت شايفة اما بالليل علشان باشرب كتير ما ببقاش حاسس انا بعمل ايه بالزبط طول ما احنا بالنهار تطميني من ناحيتي خالص مش هاجي جنبك بس بالليل بقى تبتدي تقلقي ردت دي ما وقالت له يعني انت بالليل ما بتبقاش حاسس انت بتعمل ايه وما كنتش حاسس بكل اللي بتعمله معي انا والخدمات انت غريب قوي على فكرة كأنك عندك شزوفرينيا طيب طيب انا بعد كده مش هاجي جنبك بالليل خالص بالليل ده هكون قفلة على نفس القوضة علشان ما تجيش جنبي انت فعلا شكلك هادي وعينك عادية ده انت بالليل عينك بتطق شرار رد عليها بعصبية وقال ده ما يمنعش ان بيني وبينك طار وان انا حطيتك في دماغي قولي وفعلا دي ما ابتدت تاكل بس ابتدت تاكل بشراها غير طبعية وفهد امرها انها تاكل لانه عارف ان من ساعة ما دخلت البيت ده ما اكلتش اي حاجة لانها ما كانت بتخرج من القوضة خالص وفعلا دي ما كانت بتاكل كتير جدا لانها كانت ميتة من الجوع بس كانت بتستحمل كل الجوع والعطش علشان فهد ما يجيش جنبها بعد ما اكلت ابتدت تحس انها بطنعت نفخت على الآخر وما كانتش قادرة تتحرك تماما اما فهد قال انا كنت عارف ان انت جاعة طب كنت ليه يعني عملة تاوحي وبتقولي مش عايزة تاكل يعني هتموتي علشان خايف اجي جنبك للدرجات دي انت شريفة غريبة قوي اي خدامة بتجيلي هنا بإشارة واحدة مني بتركع تحت رجلي ردت عليها ديمة وقالت لا ما وصوابعك مش زي بعضها مش كل الناس تقدر تدوس عليهم برجلك وتقدر بالفلوس تشتريهم انا بقى غير اي حد رد عليها وقال وحياتك كلكو زي بعض بس انتي يعني دي حبتين يعني محتاجة شوية وقت وانا يا ستي بالي طويل وحب قوي البنت السعبة ما حبش ابدا البنت السهلة اللي تديني كل حاجة بسهولة لا انا بحب اللي زيك علشان كده هافضل وراكي اما ديمة دخلت قدتها وكانت مستغربة من الكلام اللي سمعته ما كانتش فهمة هو ازاي كده ايه ده يعني هو بالنهار بيبقى شخصية وبالليل بيبقى شخصية تانية خالص ده كان انسان لطيف جدا وما تكلمش معايا بقلة ادب ولا حاجة وما عملش اي حركة تدايقني بالعكس كان انسان جنتل جدا وكان من طلب مني اني ااكل ياه ده انا كنت واقع من الجوع بس بالليل انا لازم اول ما يجي المغرب اقفل على نفسي الاوضة اول ما سمع صوته مخرجش برا الاوضة تماما اما فهد ابتدى ينفذ في الخطة اللي كان عاملها لديمة وراح البيت ده البيت ده فيه بنات مش كويسين يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اهلا بك يا فهد باشا ده انا عندي شوية بنات هيعجبك على الاخر والفلوس خلي عنك خالص بص يا فهد باشا اي بنت بتكون عندك بتبقى مبسوطة على الاخر وبتديها الفلوس اللي هي عاوزاها علشان كده جبتلك شوية بنات النمى ايه هيعجبك على الاخر اي حد بيشوفهم بيعجب بهم قوي بس طبعا حضرتك مش زي اي زبون حضرتك ليك بنات خاصة يعني جايبالك بنات يكونوا ليك بس وبتوعك يفضلوا موجودين في القودة الوحدهم ومحدش يتعامل معاهم خالص غيرك انت ايه رأيك بقى يا فهد باشا يا رب نكون عجبنا سيادتك تعالوا يا بنات تعالوا علشان الباشا يشوفكم اما ديما ابتدت تجاهز الاكل بسرعة جدا قبل ما فهدي ييجي انا عايز اخلص كل الاكل وانضف كل البيت علشان اول ما سمع صوت العربية بتاعته اطلع اجري بسرعة على قطي واقفل على نفسي بالمفتاح اصل هو انسان مش مضمون وبعدين الله اعلم ناوي يعمل في ايه اصل هدوءه ده مش مريحني قاديني خلصته لكن فجأة ديما سمعت صوت العربية بتاعته يا لهوي ده شكله جي وانا لسه ما خلصتش الاكل لأ هااكل ايه انشاء الله عنه ما اكل انا لازم اجري على القطي بسرعة وفعلا ديما طلعت تجري بسرعة جدا من المطلخ وكانت مرعوبة لحسن تقابله في الطريق وكانت قلقانا انه يطلب منها اكل لانها ما عملت لهش اي اكل لكن وهي بتجري ودخل قدتها فجأة لقيت فهد ومعه بني يا طرق ايه الخطة اللي فهد ناوي يعملها في ديما علشان ينتقم منها ويا طرق ديما هتحاول تكشف كل ألعاب فهد وهتحاول تمنع نفسها عنه ولا يا طرق ايه اللي هيحصل بينهم بزيما ديما اتفاجئت لما لقيت فهد داخل البيت ومعايا واحدة لابسة لبسة مفتوحة جدا كانت بتحاول تفهم هي مين دي يا طرق اريدته ولا يا طرق مين اما ديما افتكرت اللي فهد ممكن يعمله معايا وابتدت تبعد عنه وترجع لورا واحدة واحدة علشان تبعد عنه على قد ما تقدر اما فهد ميسك ايد البند ومعبرش ديما تماما وفد الماشي بيها قدام ديما وتلع على قطه اما ديما كانت مستغربة قوي وفدلت تقولي نفسها ايه ده يا طرق مين دي ده معبرنيش خالص ده احنا بالليل وهو دايما كان بيقول ان هو بالليل بيبقى شخص تاني بيتحول هو يا طرق مين البند اللي معاه دي معقول هتكون قريبته بس دي لابسة لبسة مكشوف قوي ده جسمها كله باين عموما ما ليش دعوة يعمل اللي هو عاوزه المهم بس يبعد عني فهد كان ماسك البنت من ايديها وطلعها لغاية فوق القودة واول ما طلعه فوق رمأ ديها وزقها بعيد عنه وقال لها بصي بقى انا مش طالب منك اي حاجة ولا عايز منك اي حاجة من اللي انت جاي علشانها انا كل اللي طالبوا منك حاجة واحدة وبس شفتي البنت اللي كانت واقفة تحت عايزت تزهقيها واتطهقيها في عشتها وتزليها مش طالب اكتر من كده وانت مش هتعملي اي حاجة غير انك هتبقي اكلة شربة نايمة وقعدة معايا في القودة دي مش هيحصل بنا اي حاجة والكلام ده ما يتقلش لأي حد وحتى لما ترجعي البيت اللي كنت فيه ما تقوليش ولا كلمة حصلت هنا في الفيلا بتاعتي فهمة انت هتكوني موجودة هنا علشان تتعاملي معاها وبس وتزهقيها وقدامها بس لازم نبين اننا كويسين جدا واننا على العلاقة كويسة جدا ببعض فهمة ردت عليه سوزي وقالت اه فهمت اللي انت بتقوله ده لعبتي ان انا كدها يعني وخليها دغير عليك كده وتتدايق من عنايا الاتنين ده انا اعرف اعمل الموضوع ده كويس قوي ده انا احسن واحدة اعرف اساعدك بس اللي قولي هو انت ليه عايز تعمل كل الحاجات دي مع حتة خدامة ايه بتحبها شكلك كده بتحبها قولي عايز تعمل ده ليه فجأة فهد ضربها بالقلم وفدل يزعق فيها وقال انت قللت الأدب وملكيش دعوة ما تتدخليش في اللي ما يخصكيش اللي طلبته منك هو اللي يتنفزه بس وما تتكلميش اي كلام ملكيش فيه انت فهمة كل اللي عايزه منك هو الطلبات اللي قلتلك عليها وبس وبعد كده هرميكي في الشارع بعد ما تديك الفلوس اللي انت عاوزاها واتغوري على البيت المشبوه اللي كنت فيه ده اخري ما انت واحدة رخيصة ولو فكرت انك تسألي عن اي حاجة او تتدخلي في اي حاجة ما تخصكيش هتعامل معاك باسلوب تاني اما ديما دخلت قدتها وكانت عمالة تفكر يا طارة مين البنت دي ويا طارة فهد بيخطط لإيه انا التفكير هيقتلني مش حارفة مين دي ويا طارة جايبها في الوقت ده بالذات ليه تفتكري يا بتي يا دي ما يكون عامل فيك اي مكيدة مش حارفة حسن يا خلاص دماغي تابت من التفكير الله اعلم بقى بصي بقى يا بتي يا سعدية انا عاوزاكي النهاردة تخلي السيد يقع في دبديبك بصي بقى عايزاه اول ما يرجع من الشغل ويدخل قطه تدخلي وراء ما تسبيهوش وتحاولي كده تحنني قلبه عليك وتتكلمي معاه وتتدلعي يا بتي بتعرفش تتدلعي بصي عايزاه النهاردة يطلب ايدي ويجي يقولي الحقيني يا امي انا عاوز اتجوز سعدية بنت خالتي ردت عليها سعدية وقالت حاضر يا خلتي كل اللي قلتيلي عليها نفزه هو انت فكرة ان انا بحبهوش ده انا بحبه من زمان بس هو اللي مش معبرني ودماغه في المحروسة ست ديمة اللي شكلها وحش دي مش عارفة بيبصلها على ايه وهيموت عليها بس بصراحة يا خلتي انا كمان هموت عليها وما تخفيش ده انا هنفز الخطة بالزبط اهلا يا سيد تعال يا حبيبي نوارت اهو سيد جي اهو يا سعدية تعال سلم على بنت خالتك اهلا ازايك يا سعدية عاملة ايه وخالته عاملة ايه امه لمجاتش معاكل ايه خير هي تعبانة ولا حاجة هي دايما متعودة تيجي معاك على طول اه هي كانت جاية معايا بس بصراحة عندها شغل كتير وكمان هتعمل الشغل بتاعي وخالتي طلبت مني ان انا اقعد معاكو هنا لمدة اسبوعين ثلاثة كده علشان اخدمها اصل خالتي كبرت وتعبت وما بقتش قادرة على حمل البيت علشان كده خلتني ااجي معاها اه ولا انت هتكون متدايق اه تيجي معاها وتعودي هنا اسبوعين ثلاثة اه تمام طيب هتدايق من ايه بس يا ستة ساعدية ولا هتدايق ولا حاجة طبعا اذنك انا هدخل قط يا ريح السيد كان فاهم مامته بتعمل ايه بالضبط هي او ساعدية بس ما كانش حاطتهم في باله لان ما كانش بيفكر غرفي ديما وبس اهو جه ودخل قط فرصة تجدلك لغاية عندك بقول لك ايه البت اللي اسمها ديما دي انا ما بقبلهاش ومش عايز ابني يفكر فيها خالص علشان كده لازم يفكر فيك انت يا بتي يا ساعدية يلا قومي خشيله كده وشوفي عايز ياكل ايه ولا يشرب ايه وحاولي تفتحي معاه اي مواضيع كده وتتكلمي معاه انت قاعدة بتبصي ليه يلا شوفي شغلك وفعلا دخلت ساعدية جوه عند سيد القودة وكانت بتحاول تنفذ الخطة اللي خلتها قالت لها عليها اما ديما لما صدقت ان فهد ملحي مع البنت اللي هو جايبها وطلعت تجري على المطبخ علشان تكمل بقية الطبيقة اللي كانت بتعمله علشان ما تخرجش من قودتها بعد كده تاني اما سوزي دخلت لديما المطبخ علشان تبتدي تنفذ الخطة اللي قالها لها فهد هي يا خدامة انت لسه بتطبخي لغاية دلوقتي طب على فكرة انا جعانة ومش عايزة الاكل اللي انت بتعملي ده انا عاوزة اكل معين وبعد ما تخلصي الاكل عاوزكي تطلعي القودة فهد بيه اللي هو انا عايشة فيها وتنظفيها كويس جدا علشان مش نظيفة ردت ديم عليها وقالت ايوه عندك حق انا فعلا خدامة وفخورة جدا ان انا بخدم في البيوت بس بشرفي مش واحدة زيك ما بتعملش اي حاجة غير انها تهين نفسها لانها واحدة رخيصة لكن انا الحمد لله واحدة غنية جدا في نظري وفي نظر كل الناس ياه ده الخدمات دول اعظم ناس في الدنيا لانهم بيشقوا يتعبوا وكمان بيسمعوا كلمة من اللي يسوع واللي ما يسواش زيك بس ما بيهمهمش كل الكلام ده مدام بشرفهم سوزي وقعت لديمة كل الاكل في الارض وكانت عملة زعق لها جامد جدا وتقول انتي يا خدامة انتي انتي ازاي تتكلمي معايا بالاسلوب ده هي يا مين دي اللي مش شريفة ده انتي اللي واحدة حقيرة عارفة ليه علشان انتي بتتعالي على اسيادك يا ماما شوفي انتي فين وانا فين وانتي قاعدة في قوضة قدت الخدم تحت السلم لكن انا قاعدة في قوضة فهد باشا اما سوزي رفعت ايديها على ديمة وكانت عايزة تضربها بالقلم لكن فجأة لقوا فهد مسك سوزي من شعرها وزقها بعيدة عن ديمة وضربها بالقلم على وشها وقال ايه اللي انتي عملتي ده انتي الجننتي عاوزة تمدي ايدك عليها اطلعي فوق القوضة دلوقتي حالا بدون اي نقاش ومش عايزة شوف خلقتك برا القوضة وانا لما اطلعلك هعرف اتصرف معاك وهتعامل معاك كويس قوي يلا اطلعي على فوق فورا ساندي نهارت من الهيات وطلعت تجري فوق على القوضة اما ديمة كانت متفاجأة جدا من اللي حصل وفضلت تبص الفهد وفهد فضل يبص لها اللحظة وبعدين سبها ومشي لكن فجأة ديما وقفته وقالتله استنى عندك استنى انا مش فهم حاجة ممكن بس من بعيد كده وانت بتكلمني وتقول لي هو انت ليه عملت كده انت بتدافع عني صح انا مش مصدقة نفسي هو انت ليه عملت كده وليه ضربتها على شاني وليه شدتها كده من شعرها لما هي كانت بتحاول تضربه بتعمل كل ده ليه اما فهد بصلها وقرب عليها واحدة واحدة وديمة برضو بتدت ترجع لورا وهي خايفة منه لغاية ما كان في دهرها الحيطة فهد قرب عليها وقال لها انت عاوزة تعرفي انا عملت كل ده علشانك ليه ودربت سوزي علشانك انت ليه وتعصبت وتنرفست لما شفتها عملتك باسلوب وحش ليه انا هقولك هقولك الحقيقة والحد هنا تكون نهاية حلقة النهارده يا رب بتكون عجبتكم واتمنى لو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتمنى تشاركوا قصة على الفيسبوك ومع كل اصدقائكم احب اقولكم ان الاحداث القادمة من الرواية شايقة جدا وفيها احداث مش هتتوقعوا ابدا انها تحصل ولو حابين ننزل الحلقة القادمة بسرعة جدا يبقى ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايقاتي كتير علشان استمر انزل لكم حلقة كل يوم وهستنى قراءكم وتوقعاتكم في الكومنت وتقولولي ايه رأيكم يا طرق ايه اللي هيحصل بين ديمة وفهد في المستقبل ويا طرق ايه هو السر اللي مخبيه فهد ويا طرق ايه سر عشقه للخادمات القاكم في حلقة جديدة مع السلامة